يعني أتاني أنت مش بس عندك رسالة اللي أنت توصلي صوتك وفنك للعالم كله باللغات المتعددة اللي احنا قلنا عليها أنت عندي كمان رسالة اللي أنت توصلي الفن للأجيال الصغيرة من خلال أكاديمية تلك عاوز عرف الهدف من إنشاء الأكاديمية دي وإن اللي بتعلميه للمواهب الصغيرة أنا بلشت أكاديمية لأنا بلشت بعمر صغير أنا بلشت غاني كنا عمري 15 سنة وشفت هلأ أنه مع البرامج الترفيهية على التليفزيون اللي بتشجع الناس أن تغني وتقدم مسابقات الولاد عمري بيبلشوا بعمر صغير يغنوا ما بعض إذا بتعرفوا بس لعمر 16 أوتار الصوتية كتير حساسة فلازم كتير أن ننتبه على الأطفال أنه ما يشدوا على الأوتار الصوتية ويعرفوا كيف يستعملوا صوتهم فحسيت أنه كان عبالي إخلاق أكاديمية بس تهتم بالتكنيك الكلاسيك يعني منعلم يعني إذا بدك تمارين الصوت الصحيحة بالطريقة الكلاسيكية بس مع أداء أغاني مودرن يعني لأنه الناس اليوم عبالة تغني قصص جديدة ودرجة هذه الأكاديمية ليست فقط للأطفال هي للأطفال والكبار للأشخاص المحترفين المحترفين ومش محترفين ولكن لدينا قليلا إذا بدك تخصص للأطفال لأنه بحس أنه حل نكون حد للأطفال من أول ما يبلش ويفوتوا بمجال المغنى ومن الأول كانت أهمية هذه الأكاديمية أنه يكونوا دائما الأطفال عندهم برفورمانس على المسرح ما يكونوا بس عم بيتعلموا بس يكونوا عندهم أداء على المسرح فبلشت أنا في 2019 عنا كذا أسادزة بيعلموا صوت وموسيقلات موسيقية وهلأ كمان بلشنا بدباي الأكاديمية في أين تانية؟ بدباي؟ ببيروت وهلأ فتحنا بدباي والأطفال عم بيغنوا بأكسبو دباي هلأ وعم بيكونوا عم بشاركوا بكتير رائع تبدأ هاي لدى إكسبوجر يعني هاي لأنه هم بيشوفوا ناس كتير قوي يعني دي حاجة مهمة بردو حقلك لأنه الموسيقى أنا حسيت أنه أول شي بتنمي الشخصية كتير يعني الولد وقده بيتعود أنه يغني على المسرح عن جد بتقوى شخصيته والأشخاص اللي بتفوت بمجال الموسيقى فكرة لو بيوقفوا يقدر يواجه الجمهور وين صح أول شي وتاني شي بيصيروا مسالمين يعني الأشخاص القريبة الموسيقى ما نويتشو فيهم بمواقف عنف أو يعني كتير الموسيقى بتدخل على قلب الناس وبتعطيهم كتير من السلام ده أكيد أنا بأتفق معاكي مليون المية ترجمة نانسي قنقر